هو بداية لا بد من القول أن أنا سعيد بالفعل لتتمة هذا الملف الذي بحثناه في لقاء سابق لأن ما يجرع على الأراضي السورية الآن مرتبط أخي أحمد ولا يخفى عن علم المشاهدين الكرام أيضا أنه مرتبط بشكل عضوي بما يجرع على الساحة العراقية أما من ناحية الدبلوماسية هو مرتبط أيضا في تحركات دبلوماسية تم تذكير بها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على همشها فيما يتعلق بصفقتين أيهما تسبق الأخرى هل تسبق الصفقة مع إيران بمعنى اتفاق نووي جديد والمهم في هذا الاتفاق أنه سينهي الدور الخبيث لإيران في المنطقة من خلال أذرع أمنية وميليشيات والاتفاق الآخر أيضا الذي يروج له هو اتفاق سلام أكد ولي العهد السعودي بأنه بات كل يوم أقرب أو اتفاق التطبيع كما وصف بالكلمة التطبيع ردا على سؤال لمذيع الفاكس نيوز بأنه كل يوم أقرب وهذا سيتضمن التأكيد على إنهاء الدور الذي تقوم به إيران من خلال الميليشيات على أكثر من ساحة بدأت الأمور في اليمن بالتهديئة مع الحوثيين ها نحن نتابع المفاوضات وقطعا لا بد أن تتواج هذه الاتصالات كلها على الساحة السورية والعراقية وهنا بين صفقتين كما هو واضح هناك تقاطع التقاطع هو دور إيران وهذه المسألة مرتبطة بشكل أو بآخر مع سلسلة من التطبيعات التطبيع العراقي مع دول الإقليم خاصة بعد التصريحات التي أدل بها رئيس وزراء العراق في الأمم المتحدة عندما قال أن لا نجامل أحدا على الإطلاق وأعتقد أن الرسالة موجهة ضمنا إلى الإيرانيين والأمريكيين وفي درجة أخرى الأكراد ربما والأتراك فهذا كله يشير إلى أن هناك ترتبات أمنية جديدة يتم الإعداد لها على قدم وصاق الآن هل تكون بتدخل مباشر من قوات الأمريكية أو الإيرانية يبدو أن الاتفاق كان لا ولا حتى من قبل قوات النظام السوري يبدو أن من سيتصدر المشهد هما الحليفان الأقرب للولايك والتحدة بهذه الحالة قوات السورة الديمقراطية في محارب الداعش وأيضا القوات العربية أيضا في محارب الداعش بمعنى أن هذه الاجتباكات الآن هي ربما لتحجيم طرف مقابل طرف آخر أو إظهار نوع من الضغط حتى يتحرك هذا الطرف الكردي أو العربي بالتنسيق مع قوة إخلامية على شكل أكثر عملاتية بمعنى أنها تقوم بتوجيه رسالة إلى النظام في دمشق من جهة وإيران من جهة أخرى أننا الآن معنيين بمرحلة جديدة وأننا قادرين على حسب هذه الأمور ومواجهة الخطر المشترك وهو تنظيم داعش الإرهاب اشتركوا في القناة